بعد ثلاثة أيام من الانتظار لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية المتنازعة رفضت قيادات ميليشيا الحوثي في اللحظة الأخيرة التوجه إلى جينيف من دون الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بالعودة إلى العاصمة صنعاء وتعاهد مبعوث الأمم المتحدة مارتين جريفث الذي يقوم بدور الوساطة منذ شباط فبراير بمواصلة المساعد الدبلوماسية وقال إن عدم مجيء الحوثيين إلى جينيف في أول محادثات منذ ثلاثة أعوام مشكلة لا يمكن تجاهلها لكنها لا تعني توقف عملية السلام وأضاف المبعوث الأممي الذي أجرى محادثات لمدة ثلاثة أيام مع وفد الحكومة اليمنية أنه سيجتمع في الأيام المقبلة مع قيادات الحوثيين في صنعاء ومسقط بسلطنة عمان مارتين جريفث أضاف في مؤتمر صحفي أن الحوثيون كانوا يودون الحضور إلى جينيف إلا أن الأجواء لم تكن مهيئة وغير مناسبة بما يكفي لإقناعهم بالحضور وأعلن أنه تم توصل إلى اتفاق على بدء عمليات إجلاء طبي من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليه الحوثيين في غضون إسبوع برحلة جوية إلى القاهرة ووصف هذا بأنه إنجاز مبكر بدوره اتهم زعيم الميليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي السبت التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن بعرقلة سفر وفد الحركة إلى محادثات السلام وقال الحوثي في خطاب بثه تلفزيون المسيرات تابع للحوثيين أن السبب الرئيسي لفشل انعقاد هذه المشاورات هو عرقلة قوات تحالف العدوان لخروج وسفر الوفد الوطني باتجاه جينيف حسب قوله كما اتهم وزير الخارجي اليمني خالد اليماني الذي يرأس وفد الحكومة الحوثيين بعدم المسئولية ومحاولة إفشال المفاوضات وانتقد اليماني المبعوث الأممي غريفث وقال بأنهم ينتظرون الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزما في جلب الطرف الإنقلابي إلى طاولة المشاورات ترجمة نانسي قنقر